يبدو أن مخدرات النظام السوري والميليشيات المدهومة من إيران في العراق وسوريا باتت تهدد أمن أوروبا وتؤرق صناع القرار هناك وكالة بلومبيرغا الأمريكية وفي تقريرا لها أكدت أن القارة العجوز تستعد لتدفق محتمل لمخدر الكيبتاجون لسيما من سوريا ولبنان عقب فشل المنتجين هناك في تسويقه لدول الخليج العربي التي ركزت جهودها على مكافحة تهريب هذه الحبوب في الآوينة الأخيرة لم يترك منتج مهرب الكيبتاجون في سوريا ولبنان والعراق من ميليشيات إيران والمقربين من نظام الأسد طريقة إلا وجربوها في سبيل إغراق منطقة الشرق الأوسط بهذه المادة لتحقيق أرباح طائلة بعدما خسر النظام معظم موارد البلاد التي دمرها خلال السنوات السابقة وعلى الرغم من أن السعودية أشركت مؤخرا رئيس النظام بمكافحة تجارة المخدرات التي باتت سوريا مصدرا لها إلا أن الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية البريطانية قد أكدتا أن إنتاج وتهريب الكيبتاجون يتم بشكل أساسي من قبل أفراد ومجموعات مرتبطة بمشار الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني طرق أوروبا ناقص الخطر يأتي بحسب وكالة بلومبرغ بعدما كشف مسؤولون أوروبيون أن التقارير الاستخباراتية التي رأوها والإيجازات التي تلقوها من نظرائهم في الشرق الأوسط تشير إلى أنه من المحتمل جدا أن تتزايد تطفقات الكيبتاجون إلى أوروبا مدفوعة بحاجة النظام السوري إلى الأموال أموال دفعت وتدفع النظام والميليشيات الموالية له في سوريا ولبنان والعراق لفعل أي شيء في سبيلها دون أي رادع وهو ما يشكل خطرا ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط بل على العالم بأسره بحسب الوكالة